شنو معادلة النجاح؟ السلام عليكم وياكم عمر القيسي ويطلاب يتساءلون شون نقدر نميز احنا رح ننجح بهذا الامتحان او لا او شون نقدر احنا نعرف روحنا مستعدين لامتحان او لا فحبيت احط معادلة حسابية اقدر من خلالها اعرف نفسي مهيئ لامتحان او لا فهذا المعادلة الحسابية حبيت اشارككم اياها سميتها معادلة النجاح طبعا هذه المعادلة ليست فقط لامتحانات تشمل ايضا هواية اجزاء من الحياة العملية تقدر تستفاد من عدها شنو هذه المعادلة النجاح؟ الانفورميشنز المعلومات زائد التركيز زائد التدريب يساوي لك درجة النجاح منقوص من عدها كمية الوقت المستهلك لحل السؤال الواحد مضروف يعدد الاسئلة ليش خليتها بهذه الصيخة؟ المعلومات كلما كان عندك معلومات اكثر زائد تركيز اكثر في الامتحان او في الحياة العملية زائد تدرب اكثر على حل المسائل ففرصتك طبعا بالنجاح راح تزداد ويساوي لك درجة نجاح عالية وبالتالي الوقت اللي راح تستهلك لحل السؤال الواحد راح يكون اقل وبالتالي راح تقدر تحصل درجة اعلى ليش الوقت حطيتك عامل سلبي في هذه المعادلة؟ لانه لازم نعرف احنا كلما اخذنا وقت اكثر لحل مشكلة معينة كلما فرصتنا اقلت من درجاتنا تكون اقل او معدل نجاحنا يكون اقل في الحياة العملية لانه لو نفرض عندك امتحان في ميتين سؤال وعندك فقط ثلاث ساعات او ساعتين النص لحل هذه الاسئلة فمن المستحيل انه تحلها لو كنت تستغرق خمس دقائق في السؤال الواحد راح تحل قسم من الاسئلة لكن لن تستطيع ان تحل اغلب الاسئلة وبالتالي راح تخسر هواية اسئلة حتى وان كنت تحل الاسئلة بطريقة صحيحة لان كنت تستغرق وقت اكثر فكمية الوقت المستهلكة يجب ان تكون قليلة لحل السؤال واحد وبالتالي عدد اسئلة اكثر وبكفاءة اكثر فهذه حتى نحصلها لازم نكون دارسين اكثر اي معلومات عندنا اكثر زائدا تركيزنا في الامتحان ذنة غير مشتت زائدا تدرب على حل الاسئلة يعني مو انت اول مرة تواجه الاسئلة لازم تكون متدرب عليها فلو حققت هذه المعادلة ليس فقط في الامتحانات في الحياة العملية مثل واحد عنده مشروع كان جامع معلومات كثيرة على هذا المشروع ومتدرب على كيفية القيام بهذا المشروع وكان عنده تركيز في معطيات هذا المشروع راح تصير درجة او فرصة نجاحة كبيرة منقوص من عند هالوقت اللي يستهلكه في حل المشكلة الواحدة المضغوب في عدد المشاكل اللي راح تواجه في حل هذا المشروع فلو كان يحل المشاكل بشكل اسرع فورصة راح تزداد ورح تجيب درجة او فرصة نجاح اكثر فهي بالنهاية معادلة وحدة حبيت اشارككم بيها هذا جهد شخصي ممكن تختلف وياه اذا عجبك المقطع حاول تشاركه واضغط عليه شير شكرا للمشاهدة والقاكم في فيديو ثاني يا الله سلام عليكم